استكشاف أسباب اتهاب المعدة والأمعاء ينتج اتهاب المعدة والأمعاء بشكل رئيسي عن الفيروسات والبكتيريا والطفليات تشمل الفيروسات الشائعة نوروفيروس وفيروس الروتا وفيروس الأدينو هذه الفيروسات تنتشر بسهولة من شخص لآخر خاصة في الأماكن المزدحمة مثل المدارس والمستشفيات غالبا ما تأتي البكتيريا مثل السالمونيلة والإشريكية القولونية من الطعام الملوث يمكن أن تتواجد هذه البكتيريا في اللحوم غير المطهية جيدا أو في منتجات الألبان غير المبسترة عادة ما تكون الطفليات مثل الجيارديا منقولة بالماء يمكن أن تنتقل هذه الطفليات من خلال شرب الماء الملوث أو السباحة في المياه غير النظيفة التشخيص الدقيق هو مفتاح العلاج الفعال يتطلب ذلك إجراء اختبارات معملية لتحديد السبب الدقيق للعدوى يمكن أن تساهم الأدوية والحالات الصحية الكاملة أيضا بعض الأدوية قد تهيج المعدة والأمعاء مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء يساعد تحديد السبب في تخصيص العلاج ومنع النوبات المستقبلية يمكن أن يشمل العلاج الأدوية المضادة للفيروسات أو المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للطفليات فهم هذه الأسباب ضروري للوقاية والرعاية من خلال اتباع ممارسات النظافة الجيدة وتناول الطعام الآمن يمكن تقليل خطر الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء بشكل كبير